الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول الله وبعد ما الفرق بين النعمة والنعيم في الاستعمال القرآني؟ ما الفرق بين النعمة والنعيم في الاستعمال القرآني؟ أيها الأحباء كلاهما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى فالإجابة هي كالتالي كل نعمة في القرآن إنما هي لنعم الدنيا على اختلاف أنواعها يترض ذلك يعني هذا ذكر في جميع القرآن الكريم ولا يتخلف في موادع استعمالها مفردا وجمعا قوله تبارك وتعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقابة وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه ذكروا نعمة الله عليكم أما صيغة النعيم فتأتي في البيان القرآني بدلالة إسلامية خاصة بنعيم الآخرة يطرد هذا ولا يتخلف كل آيات النعيم وعددها ست عشرة آية وقوله تبارك وتعالى أياط مع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم وقوله تعالى واجعلني من ورثة جنة النعيم وقوله تعالى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر